وإلى العراق حيث جدد رئيس الوزراء العراقية مصطفى كاظمي موقفه الرافض لتأجيل الانتخابات المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل وأكد كاظمي خلال جلسة الحكومة الاعتيادية عدم تنازل الحكومة عن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد مشيرا إلى أن الحكومة استكملت كل المتطلبات الخاصة لإقامة الانتخابات المقبلة وتوفير السبل المتاحة لنجاحها اشتركوا في القناة